عزائي المشاهدين رجعنا لكم مرة ثانية بس رجعنا لكم بمفاجأة كبيرة بصراحة ما حد توقعها أو مفروض نحن نتوقعها لكن من كثر مجريات الأحداث ما حد توقع أنها تصير في هاللحظة معانا وفجأة دخل علينا بدون مقدمات سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد السلام عليكم عليكم السلام وأقدم التعازي لكل شعب البحرين على هالأيام الأليمة اللي نعيشها وأريد أوجه رسالة رسالة مواطن ورسالة رجال للجميع للتهدأ نحتاج فترة نقيم ما صار ونعيد اللم والشمل ونستعيد إنسانيتنا وحضارتنا ومستقبلنا نحن اليوم على مفترق طريق أبناء يخرجون وهم يعتقدون أن ما لهم مستقبل في البلد وآخرين يخرجون من من محبة ومن حرص على مكتسبات الوطن لكن هذا الوطن الجميع ليس لفئة على فئة له للسنة وله للشيعة وللبحرين وللبحرينيين وفي هذه اللحظات يجب من كل إنسان مخلص أن يقول كفاية ما خسرناه في هذه الأيام صعب استعادت لكن أنا مقتنع بعمل المخلصين نحن قادرين فنحن نعرف كلنا سير الأيام هذه اللي مرت والأحداث اللي صارت ولكن علينا أن نتمنى لكل شخص الآن ونحن أنا نتكلم في هذا الستوديو يسعى مساعي طيبة أن يتوفق لأن أنا ما قد شعرت أن نحن في البحرين ولا توقعت أن نحن في البحرين بنكون في هذه الوقت يجب أن الأخلاق تسود وضبط النفس من جميع الأطراف في هذا الوقت من قوات المسلحة رجال الأمن والمواطنين وهذه دعوة مفتوحة وعفوية لا كتبت كلمة ولا فكرت ما أقول قبل الله أبتري أتكلم لكن اللي قاعد يطلع لكم من قلب أحب هالبلد وأعرف أن أنتم تحبونها وهذه البلد موجودة للجميع وكرامتكم يا مواطنين البحرين مهم لي وثقتكم في بعضكم بعض أهم فلازم نبتدي خطوات بناء الثقة وفورا نعم ما نقدر نعيش أيام متتالية بهالطريقة وننزل في هال هالفوضى طويل عمر هل فيه سقف للتضحيات هل هل هني هذي ممنوع وذي مسموح ولا الحوار مفتوح الحوار دايما مفتوح والأصلاح مستمر هالعجلة بطيئة تشوفها شالي استدعى طبعا بطيئة لو مط بطيئة ما وصلنا هالو مواصي فيجب أننا نراجع في أنفسنا ونسأل روحنا شالي نقدر نسوي لتفادى وضع مثل هذه يحدث مرة ثانية الله لا يقوي طوي الأمر الآن اللي نسمع نحن في الستوديو عن أحداث تجري في الشارع في ناس قاعد تطلع تظاهر في مقابيلها كيف نستطيع نوقف هذا الأمر الآن في هذا الوضع شنو الأولوية طال أمرك شبت أمر فيها حين هدوء من جميع الأطراف هل بتسحبون القوات من الشارع اللي بيرمي من حصاء للرجل اللي بيطلق رصاصه وقفوا وقفوا هذه ما يخدم أحد هل صدر أمر بسحب القوات الأمنية من الشارع القوات الأمنية حين نحن قاعدين نتكلم على كيف على ضبط الأمور الفوضى ما تسمح لقرارات عفوية لكن أنا يعني أعاهدكم أعاهدكم هدوء وترجع الأمور على طبيعتها وخلني لسن تحاور ما عرض الحوار هذه من قبل والله مببها طريقة يعني اليوم شفنا الحدود اللي الكل مستعد أن يوصلها وأرجع ترى دول كثيرة دخلت حروب أهلية ودول كثيرة تفككت من الداخل لأن ما وقفوا العقلاء وقالوا كفاية نعم ففي في نواية من جميع الأطراف طال عمرك ليش الحوار ثنائي ليش الحوار ثنائي كان جماعي لازم يكون جماعي هاي اللي احنا نبين نقوله جماعي البلد فيها ناس بعد ما قاعدت تحجى ما لها صوت جماعي هل في خطة محددة في تصور معين في بالك مؤتمر وطني مثلا ما في خطة لحد الآن لأننا احنا في وضع غير طبيعي الآن وقت الهدوء كفاية أرواح هذا اللي نعيالنا بعد كلهم طبعا ولحنا نرضى هل يعني في كلمة اللي يحسون انهم مستهدفين انهم مضطهدين ان هذه الأمن موجه لهم أهمة بس شنو تتقول لهم لا والله بنرجع الكل اللي بيعتدي على الثاني بنرجع أنا ما عندي طائفة ما عندي طائفة إنسان بحريني مسلم لله الحمد ما فرق بين سني ولا شيء لكن اليوم البحرين انقسمت ناس أصدقاء سنين ما يتكلمون مع بعضهم بعض بسبة أحداث وتصعيد ما كلنا غنيين عنه إحنا جزء من مجلس تعاون جزء من العالم المنفتح على بعض البحرين ما عمرها شافت روحها كدولة بوليسية أبدا صارت أخطاء صارت مزايدات صلحنا أنفسنا اليوم إحنا على مفترق طريق لا أقبل لا أقبل أبدا أن أبناء الوطن يتحاربون بين بعضهم بعض أنا أعتقد بالأمر أن هذه المبادرة الذاتية خلتك تيهني أنا أعتقد هذه المبادرة لها المواطنين جميعا وأعتقد أن المواطنين يتفائلون بك خيرا من أجل إيقاف الذي يحدث في هذا الشارع الآن طبعا هذه النداء اللي وجهته شنو الضمانات طال عمرك دايما يقول لك هاي وعود وما بتصير شنو تقدر تقول لهم أحيان من الضمانات أنا والله ما قد شدقت صدقت بس و أنا يعني عمري خدمت بهالبلد وبستمر أخدم بهالبلد سنة وشيعة وغير طيب إذا النداء أوجه الآن بسحب كل الموجود في الشارع التهدئة التهدئة أعطونا فرصة نفكر متى يعني إذا إذا الآن من الليلة إذا في شيء إذا في شيء من الليلة إن شاء الله إذا نقدر من الليلة إذا نقدر من الليلة أعطونا وقت الله سبحانه تعالى بنا يعني خلق العالم سبعة أيام ما نقدر إحنا في ساعات المشكلة صار لها سنين وهي تخلق صحيح هل في سقف للتحاور إحنا نبينه السقف هو قبول الجميع بالضبط السقف بيحدد باحترام آراء الآخر إحنا ما بلد بس نة ونقدر نحصل ما نريد ولا بلد شيعة ونقدر نحصل ما نريد إحنا بلد بحرينيين الكل لازم يحترم الثاني في وجود لأطراف عدة في هالبلد يعني ما احترامي أنا وإجلالي لجلالات الملك وليسموه وكل يسموه ورئيس الوزراء وليكل العائلة بس في أطراف وائد في هالبلد الوفاق قاعدة تتصرف وكأنها هي موجودة بروحها والاجتماعات قاعدة تصير بها الثنائية ما بلوم أحد أنا ما بلوم أحد ما بلوم أحد أنا أحترم الوفاق كما أحترم الآخرين اليوم وقت الجلوس والحوار وليس الكفاح والطاولة متسعة للجميع نحن طاولة متسعة فيها متسعة هالبلد فيه متسعة للكل وفيه خير للكل فيه خير للكل الناس ترى تبي تبي كلمة منكم تبي تسمع منكم هذا تبي تسمع النفيف فيه أمل حق عيالنا حق مستقبلنا طبعا وإحنا شنا بليلة نحن طويل عمر ما نريد نستنسخ تجارب الآخرين طب لا تجربتنا لازم تكون لنا لنا وهذه الآن يجب البحث عن أنا أعتقد البحث عن الهدوء الآن إيقاف ما يجري في الشارع هذا أنا أعتقد نرد على عاداتنا وتقاليدنا وانتزاور والله فيها خير والله الناس فيهم خير وانتواصل والناس فيهم أمل نناشد العقلاء الآن نناشد العقلاء من كل الأطراف يعني شا تقول إذا حق في أحد يصعد من كل طرف اللي قاعد يقول لك أنا براويك فيهم من هذه ولا من ذي شي نقال لك الطرفين قلطانين ونحتبرها خيانة للوطن اليوم الكل لازم يهد واللي ما بيأخذ موقفه الآن ما عمرا بيأخذ موقفه لأنه هذه أصعب يومر علينا صحيح صحيح بس هذه كلمتي وإن شاء الله الله يوفق جايتك يا سمواني العهد يعني أتصور أنها أكبر ضمان تلقائية اللي تصرفت فيها العفوية اللي ييت فيها يعني إحساسك هذه مسنا كلنا ما أظنتي إنسان في هالبلد حين ما نمس من داخله ومن مشاعره بأننا إحنا في هد أمينة إن شاء الله الله يوفق إن شاء الله ما تأخرنا يا رب إن شاء الله في وقت إن شاء الله البحرين مرت أصعب من شذي لا عد ما في وقت لا إن شاء الله لا في وقت إن شاء الله آخر لحزان يا ربي إن شاء الله يا ربي آخر لحزان وإحنا تعازيننا لكل ضحية راحت لكن اللي الحي مثل ما يقولون أبقى الحي أبقى وإحنا نبن نورث عياننا بلد آمن نعطيهم عياننا خلنا اتعظ باللي صار في حوالينا وفي الديار الثانية أنا شكرا لك يعني مهما قلت شكرا لك لا دع شكر على واجب وهذا واجب كل مواطن الله يسلم سنة وشيعة أنا أبقى أشوف كل الإخوان الليلة كلكم والله إذا في أحد عنده حس وطني تعالوا تكلموا لا أحد يخاف لا أحد يخاف نحن نبي نبي طويل العمر يعني يعني شنو التواصل حين أنا خلاص يعني الحقيقة ما بحدده اليوم أنا أعطيت رسالتي وتصور لي السحاب من الشارع الحين من الكل رجاء والهدوء والهدوء للجميع ترجمة نانسي قنقر